اهلا بحضراتكم من جديد بشكل يستحق عليه كل التحية مش عشان المهندس عاد لي قاعد لكن كل من شارك في الموسم المركاتو الشتوي المتميز جدا للنادي الآلي وكل اللي بيستمتع بالمستويات العالية أو للعيبة النادي الآلي اللي في الملعب والقدرات المهارية العالية حتى لو كان لنا تخفص على الفرص والاستعراضات هنتكلم عليها في فقرتها لكن كل واحد يسعده هذا المستوى المهاري المتميز للعيبة الآلي يشكر كل القائمين على هذه المنظومة اللي عملوا هذا الفريق طيب إذا النقبكو طلع على شونا كل اللي انتو قلتوه واللي انتو عملتوه الجمهور تأكد ان هي كانت أكاذيب لهدف هز الفريق وضرب الأهلي لما بدأت الإصابات تكتر بفعل ضغط المباريات وتوليها وكسرت الإجهاد بدأ الكلام في التشكيك في أسباب كتيرة جدا وبدأ التهكم الحاجات الكتيرة اللي انتو شفتوها النهاردة اللعبة جهزت الحمد لله كل المصابين خفوا لستارتي بدأ يتعرف على القدرات بشكل كويس كتر العدد قدامه دخلنا في الفتنة الجديدة بص يا سيد الرحيم ببص يا باشمانت في المرض بعض الأمراض نتيجة إصابة الجسم بفيروس ثم تعمله دواء يروح الفيروس متحاوسل أولا ثم متطور ثانيا بحيث ان الدواء ما ينفعوش ويظل الفيروس يتطور كلما علاجت أسبابه ما نعيشه الآن هو فيروس أولئك المشاعر الأصحاب المشاعر الكرهة للأهل وأصحاب الرغبة في تصدير المشاكل لنادي الأهل في تزييف تاريخ النادي الأهل دول زيهم زي الفيروس بيتحوروا كلما تسد يعني سبب يتمحور لسبب جديد فالأول الأهل ما عندوش لعيبة أو السكواد بتاع الأهل مش على القدر الأول ما عندوش فلوس ما عندوش فلوس يجيب ثم تجيب السكواد على القدر يعيني على السكواد ما هم أنا بستخدم لغة اللغة العصر تجيب السكواد يوصم لك بتعرف أنه هوك اسم منين من اللوسة التي أصابت البعض من اللي كانوا عاديناك تفضل زمانت اي ترجة هجوم ويطلعش تهمه في الكابت الخطيب بدون سبب اي يعني مجرد يعني تتعاقد مع رمضان ولا عصير الشحات ولا مش عارب مين يطلعش تهمه على طول يتعاقد الكابت الخطيب يتكرم يطلعش تهمه ايه التبرع ده وايه النفسانة دي وايه الشغلانة العجيبة دي مش عارب انما فيبتدي يقولك صرافته كتير بعدين اصابات اصابات شوفوا انتوا بقى الجهاز الطبي بتاعكم تبتدي تعالج الأسباب واللعبة تجهز الفتنة والأزمة القادمة مين اللي حيلعب ومين اللي مازعلان التجديد فشل فشل الاضارة في التجديد في الوقت المناسب لا ده فلان وفلان وفلان بالاضافة الى المركات الشتوي تقوم تكتشف انك بتجدد لكل اللعيبة المهمة عندك الله 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 الفرقة دي هتحافظ على كيانها يبتدي يقولك ايه نفسانة اللعيبة من المبالغة في التجديد وده فعلا ده جانب من المرام بتاع النهاردة لكن فعلا اللي قاله المواند سعد لما تبصوا له حتى رصد اعلامي كده سريع الاهل اللي مفهوش فلوس هيجيب منين فجأة الاهل يجيب ويجيب من حر ماله فتبقى المسألة لا ده غالي قوي طيب غالي قوي احنا المسؤولين مش انتم والجمهور سعيد بهذه التدعمات وده حجم السوق مش اللي احنا فرضناه ولا اللي احنا عملناه بس الناس بتتكلم على اللي الاهل بيجيبهم محدش بيسأل للفرقة التانية جبتوا مين بكام اراهن لو كنتوا لقيتوا حد بيسأل في الاعلام بقيت الاندية ارقام تعقداتها كانت كام انت ما بتعرفاش غالما يبتدوا هجموا الاهلي ويتفخروا ويشكروا بعض لكن يبدأ الاهلي يخلص من هذه التدعمات الاصابات والتهكمات ربنا ساهل والناس تخف الزحمة وبعدين فيما بينهم بقى الحق علي معلول رايح فرنسا الحق عرض انجليزي لفلان الحق فلان هيمشي فلان مش عايز يجدد فلما تلحق فلما تلحق واتجدد لا جددت بكام جددت حبك ليه جددت بكام بصوا بقى في الجرائد اليومين دول وانا بقول ليه في الجرائد لانه في حاجة في مصر في علم الاعلام اسمه التزاوج بين الوسائط الاعلامية تقريبا ما بتقدرش تعرف البتاعة دي بدأت منين وقت دلك هو تزاوج حالي بقول بتاعة دي او الله هو تزاوج جورنان ينشر برنامج يطلع يعلق مواقع تاخد سوشيال ميديا تكتب تاني يوم صحافة تتفاعل اكتر بقت حقيقة بقت حقيقة وعملت لفة في السيركل بتاع الوسائط الاعلامية المختلفة مانتاش عارف البتاعة دي بدأت منين لكنها مع الالحاح وكسرة التناول بقت حقيقة تدور على اصلها ومنباتها تلاقي كذبة زي الملائي النهاردة في جورنان من الجرائد عنوان كبير جدا انه فيه فتنة في الاهلي وانه فيه غضب بسبب ملايين عالي معلول ملايين عالي معلول خد بالك ده عالي معلول اللي كان من يومين ثلاثة إلحق ده هيمشي لما يقعد يبقى إلحق ده ملايين عالي معلول ولقى الزميل محمد صيام كاتب تقرير قد كده محمد صيام محمد صيام عاجو كتب يقولك ايه بالضبط إلحق فيه مصيبة ايا سيدي محمد صيام احد احد اسكواد الاعلامي الاهلاوي في الحقمة السابقة ده ده الراجل ده كان يعني المفروض فيه إنه هو الاعلام بتاع الاهلي ها ها كاتب غضب في الاهلي بسبب ملايين عالي معلول إنه مجلس الإدارة بيمنح التونسي ستة وستين مليون جنيه في موسمين وإن النجوم يتحفظون على كسر اللائحة المالية والتصعيد قادم بص بقى النخورة والتخريب ما أنا بقول لكم الفرقة مش هتتساب بس كمان كل هذه الأراء سدقوني مش هتتساب وبيننا وبينهم المنطق أنتم متخيلين أنه في العنوان مكتوب ستة وستين مليون جنيه لعالي معلول في موسمين أقرف المت وينص العقد الجديد بقى لعالي معلول على تقاضيه تلاتة مليون وسبعمائة ألف دولار في تلات مواسم يعني في العنوان موسمين تحت هم تلاتة بس يعني القيمة كان بقى فوق فوق اتنين وثلاثين مليون تلاتة وثلاثين مليون جنيه في السنة تلاتة وثلاثين وثلاثين هي قريبة وبعدين ايه تقرأ بقى على الزمزقة والأزمة اللي بدأت تتصدر لللعيبة وبعد أن برر مجلس إدارة النادي زيادة عقد حسين الشحات ومنحي في الموسم الأول مليون دولار حسين خد في الموسم الأول مليون دولار حسين خد زي زميله بالزبط طيب كاملة بورقة أن اللعب اضطر للتنازل لنادي الإماراتي العين عن 750 ألف دولار قيمة مستحقاته المالية المتبقية فإن العديد من اللعبين لم يقتنعوا بحجج وأسباب رئيس النادي محمود الخطيب في رفعه غير المبرر للعقد الجديد لمدافع الفريق الأيسر التونسي المعلوم ووصوله لأكثر من ضعف ما يتقضاه وليد سليمان الذي جدد عقده في بداية الموسم الحالي وثلاثة أضعاف ما يناله حسام عشور كابتن الفريق وسيطرت على لعيب الأهلي صدمة كبيرة ليه مولانا قالك بسبب الراتب السنوي للضخم للتونسي عالم علول المدافع اللي مدت بهذه القيمة لعامين مقبلين بمقابل كذا وبعد كده تقرى في السطر البعد منه لأ هم تلاتة والستمية بقت تلاتة مليون وسبعمائة ألف دولار ثم قالك كسروا اللايحة اللي بتنص على أن الحد الأقصى لتعاقدات الفئة الأولى تمانية مليون جنيه وهي التي تم تطبيقها على السلاسي حسام عشور وليد سليمان وشريف إكرامي بعدما تم رفعها من ستة إلى تمانية بعد رحيل عبدالله السعيد وحديث كبير عن النار اللي أيدى في الأهلي مبدئيا علي معلول من غير ما أعرف كام الكلام ده قريب بص علي معلول اه اتزاد بنسبة عن عقده السابق لكن الكلام ده يعني لم يتضاعف ولم مش عارف إيه لا لا كلام ده مش صحيح اه ده أنا سألت الكابتن سيد قال لي عاد لي لا ما فيش كلام ده مش موجود إذن ده كلام مش موجود بس ده جرنان وده زميل بيدرب في سكة نبص اللاقي كله جرنان هيختار حد من اللعبة اللي جددت ويدرب من خلاله ده ركز فعلي ده ركز فعلي ألاقي صحيفة أخرى سبقت في الكلام عن السلية مدام السلية جدد يبقى فتنة في الآل بسبب ملايين السلية وأنا أنا مش ضد صدقوني كصحفي مش ضد مثل هذه التقارير لو هي بتستند على معلومات حقيقية حتى لو كنا مش في سوق القوطة حتى لو كنا مش هينفع نتكلم في زمن الاحتراف إنه كلهم في قفص واحد مش يعني ده مش احتراف يعني احنا لو هنتكلم على مسؤولية الصحافة ومسؤولية الإعلام أنتوا بتطلبوا بفرض الحالة الاحترافية طب ما هو ما فيش محرر زي التاني ما فيش صحفي زي التاني ما فيش كمان لعب زي التاني إذا كنا بنطالب بفرض حالة الاحتراف والفكر الاحترافي ثقافة القطاع العام ولا هو هي احتراف يعني دي ثقافة بنزيون وباتة والقطاع العام إنه كله بيلبس زي بعضه وكله بحجم واحد منين إنه نحنا عايزين نعزز فكر الاحتراف في المجتمع ونرعى الحالة الاحترافية في الملاعب ومع أي محاولة للتطبيق أبدأ أقلف أرقام هو سولية وارجع منسوب النخط كام يا سيدي بيقولك في جريدة الوطن في فتنة في الأهل بسبب ملايين السولية عشور وسليمان وإكرامي في غضبه بيطالبوا بتعديل عقودهم بسبب وعد يوسف قالك قالك السلاسي أبدأ غضبه الشديد جدا وممتعدين بعد معدد تجديد للسولية بتمانية مليون في الموسم وده يتنافى مع وعد محمد يوسف مع السلاسي بعد مساواتهم مديا الأمر اللي دفع السلاسي لإبداء رغبتهم لسيد عبد حفيز مدير الكرة لتعديل عقودهم وفق الوعد يوسف وعد يوسف وعد يوسف قال إيه مداد زي وعده بيلفر قال إيه يعني إيه الوعد مريبة والرأي للناس شفته الكلام ده بيتقال على أي نادي ممكن أفكرك بحاجة أه لما عبدالله صحيد طلب عشرين بليون نت في السنة كان كل الاعتابة على مجلس دارة اللي قال ما تدوله مش كان بتقال كده ما تتبش يتدوله ليه في حين إن أكتر واحد من زميله كان بيأخذ مثلا ستة أه كانش ممكن الستة تبقى عشرين صحيح وهتروح بعيد ليه ما أنا هفكرك باللي أنت بتقوله يورو سبورت وقتها ساعة عبدالله السعيد وأحمد فتحي ده كويس إنه هو ذكرها البشمونس عادل فتنة ملايين صلاح محسن تضرب الأهلي وقتها كانت المدة صلاح محسن فكان عنوان موقع يورو سبورت فتنة ملايين صلاح محسن تضرب الأهلي غضب وليد سليمان وفتحي والسعيد يرفضان التجديد بسبب ملايين محسن ما هو ملايين محسن ما كانش المحسن دي كانت لنادي كانت لنادي انبي 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 هو اللي خد القيمة ومش الأهلي اللي رافع الرقم وقتها لهذا الحد بس انتوا بتخافوا تقولوا مين لكن ما علينا وقتها صلاح محسن كان انت قلت عقده أقل من الفئة الأولى في الأهلي طبعا ما خدش زي الفئة الأولى حد طيب وقتها كان إلحق وليد سليمان مش عايز يجدد في العنوان طب وليد جدد وجدد على بياض وسمعتوه بعضمة لسانه قال ايه وقتها يبقى نشوف حد غيره نفضل سكتين لغاية لما نوصل للسلية وعلي معلول ومش بس حتى بعد هذه الانضمامات لسارتي يطلب التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر الأهلي يمتنع عن إرسال عقود التمديد إلى اتحاد الكرة خوفا من ثورة المتمردين طب انتوا اعتبرتوا متمردين ده بحسب جريدة الدستور دول متمردين طب متمردين ليه لأنه عرفوا عقود اللعيبة التانية بكام طب وما دام عرفوا يبقى الأهلي مش عايز يبعت ليه ما هو خلاص عرفوا لا مش كده يعني هو الأهلي مجدد العود عشان يحطها في الدرج مثلا ولا يفعلها شوف هذا كلام مفهوم ومفضوح وحتجد ده فيروس بيتحور ما أنا قلتلك وهي حالة التزاوج بين الوساطة العلماء اللي أنا بحذر منها لأنه بتلف طيب شوفوا الفتنة والتمرد والكرسى والمصيبة الجمهورية أونلاين فتنة في الآله بسبب حسين الشحاة أنتو شوفت حالة اللعيبة في الملعب وشوفتوا مدى حب اللعيبة الجداد للنادي الأهلي وشوفتوا كلامهم وهم بيعبروا عن سعادتهم أنهما ما حسوش أبدا أنهما جداد على الفريق أو أنهما غرباء على النادي اندمجوا بسرعة وده الحياة من ثمات الأهلي الرائعة يا سعيد عفيته صدقني هذا بيعكس نوع من الخوف للأهلي يا سعيد عفيته هو ده فيبدأ كل المخططات اللي أنتو فاكرين قبل كده رسائل الواتساب اللي اتسربت وشوفتوا المخطط كان بيتم الاتفاع عليها ماشي ازاي هتلاقوا ده موجود ومنتشر فتنة تمرد مشكلة أزمة غضبانين وهكذا ولما تلاقوا الكلام ده بيتقال على أي نادي أو على أي فريق آخر بقولوا أنه نحن مبلغين ده مش هتلاقوا إلا مع فرقة الأهلي ومع هذه النمازج الكويسة من اللعيبة بيستمرار هي بفيه ضرب ده مش معناها أن الناس مطلوب تكتب على الأندية التانية وده مش ما هيش دعوة لتخريب بقية الفرق بس هي محاولة لكشف أولاء المخربين فيما يتعلق بفرقة الأهلي لأنه ده محتوى موجود في كل الجرائد وبعض المواقع وطبعا هدفه إشعال هذا الفتيل مبكري أنا باش مهندس يعني زي ما قلتلك دايماً حيلاقوا حاجة سلبية سلبية أو يخترعوها الملوش حاجة سلبية حيخترعوا حاجة سلبية مش هتجد حد في نادي في مصر بكتب عليه بالطريقة دي غير الآله وهذا أيضاً نتيجة إيه نجح طواري الإعلام الأحمر اللي بيقولك يتواري الإعلام الأحمر لكن يظل الجمهور الأحمر يقزوا وعي وعارف كل أساليب التخريب دي وده دايماً وأبداً حمى الأهلي وده الدرع دايماً وأبداً اللي بيحمل أهلي من كل أو من مثل هذه العمليات التخريبية الواضحة الحقيقة وحتلقونا في كل حالة هنعرض نمازج منها بالأسماء وبالرحب بأي حاجة موضوعية موجودة في بيان طلع النهاردة مدسوب للجمهير عاقل جداً لا يتحدث إلا إلا على تلاحم الجمهير معنى ديها والتزامهم بمصلحة هذا الوطن التزامهم بمصلحة هذا الوطن محدش يزايد على وعي جمهور الوطنيته وقالوا كده قالوا في البيان اللي منسوب عن قطاع من الجمهير عندهم هذا الحس المسؤول وما طلعش حاجة تضحضه يعني ففيه اتفاق تقريباً أو ارتياح لهذا على التوجه العام المسؤول التوجه العام المسؤول اللي في هذا البيان وده الدور الحقيقة اللي مطلوب من الكل وفي توقيت ده في التوقيت ده يطلع البيان ده بالشكل ده وبقول مجلس دار النسخ فيك وعمل اللي انت عايزه صحيح ده مطلوب تمام